الحاضنة الطلابية عادة تخرج علماء أو كفاءات والمنظمات الجماهرية دائما يتخرج من رحمها أعلام أو مثقفون أو إلى آخره لكن الغريب أن حاضنة الاتحاد الوطني ضمت رجال كانوا فيما بعد جلادين ومن بينهم نظم كزر للتاريخ يعني كيف جاء نظم كزر إلى الحاضنة الطلابية للتاريخ للتاريخ طبعا من كثر تكرار توصيف نظم كزر بالجلاد والدموي للأسف انطبعت بأذهان الناس وهل له صورة أخرى يعني؟ آه والله ليس من باب من باب من باب الدفاع عنه وهو صار في ذمة التاريخ من خيرة كوادر الطلابية التي أجبتها الحركة الطلابية كان نظم كزر يملك طفل يملك قلب طفل وله شبكة واسعة وكبيرة مع أصدقاء وفي وعلى وجه التحديد وكيف تحول هذا القلب إلى فولاذ؟ نعم هنا يعني جاء به بنحو مدروس أم بنحو عفوي سأحدثك عنه نظم كزر بفعل ارتباطه بالحركة الطلابية بالمناسبة كان هو من الطلاب الأذكياء هو يقال كان طالبا في الطب ثم فشل في الطب وذهب إلى كلية الهندسة وفي كلية الهندسة راح إلى المعهد الصناعي العالي أو معهد الهندسة العالي وكان آخر مقر لهذا المعهد في الوزيرية الذي صارت بعد فترات بعد سنين طوال نقابة النادي لنقابة الصحفيين نظم كزر شخصية تكونت في مرحلة صراع وشهد صراع وكان في مرحلة الخمسينات كان يطارد من الشيوعين بشكل لا يصدق لا تعتقد هذا مؤشر لماذا هو يطارد دون غيره بنحو غير مسبوق لأنه كان في كثير من الأحيان ليس كل طلبة مستعدين للمواجهة والدخول فيما تفرض عن أصر المرحلة أنا ذاك كان هناك بعض البعض يعني وفي كل الطرفين حتى لا حتى يعني أشيوعين كان فيهم من يؤمن بالحوار يؤمن بالحوار ويستنكر ويستنكر أساليب العنف وكنا نلتقي بهم وعطيتك اسم فريد رضا فريد رضا لحد هذه اللحظة وبالمناسبة فريد رضا للأسف سفر في مرحلة السبعينات ولم ينسى العراق بتهمة التبعية وهو عراقي صميم لا يختلف عنه آخرين وهذه بعض من من انتقائية الاختيارات التي وقعت فيها الأجهزة الأمنية فريد رضا لحد هذه اللحظة ومن المفارقات أنه ما زال ويتصل به من طهران والآن على ما أعلم هو في العراق كان من الناس الذي يتعاطف مع البعثين بشكل لا يصدم دعنا في ناظم على ناظم نرجع إلى ناظم جاء الاتحاد الوطني بانتخاب أم باختيار كان عضو اللجنة التحضيرية لفترة مؤقتة هذه اللجنة التحضيرية كان يرأسها الأستاذ حميس سعيد الشاعر المعروف والشاعر المعروف والسياسي المبجل يعني ألا تكون مفارقة أن يكون رئيس اللجنة شاعر وفي عضويتها مشروع جلاد لذلك لذلك الفترة قصيرة وفي هذه الفترة أنا أستطيع أن أدعي عن الناظم أستطيع أن أدعي على الناظم وقد عاصرت وكنا نلتقي يوميا ولساعات طوال ولساعات طوال ولساعات طوال كل الجلادين يقال في التاريخ القشرة الخارجية لهم رقيقة بالضبط لكن دواخلهم من فولاذ كان قليل الكلام يضحك بصعوبة ذاكرة حديدية ذاكرة حديدية شجاعة متناهية رفق بالناس وصاحب نكتب المناسبة يعني سمنا أقول لك يعني أنا مرتين تلافع عاصرت سوى مقالب على أصدقاء إلنا بالتنظيم وكان وكان حينما يخطأ يعترف بخطأ وهذا ما لا يعرف عننا لكن يقال نظم جزار كان يدير اللجنة التحقيقية الثانية أو الثالثة وهو في الاتحاد الوطني هذا ما صار هذا ما صار بعد أن خرج كلف بواجبات لا لا أنا أنا لا أستطيع أن أنفي لا أستطيع أن أنفي بعض المعتقلين قالوا أن نظم جزار وهو في الاتحاد الوطني كان يمارس أو يدير اللجنة التحقيقية الثانية أو الثالثة في قصر النظام أحدثك أنا موضوع أنا عشته ورح أنطي اسمه في يوم الأيام كنا مكلفين بواجب طلابي أنا ونظم الله يرحمه فقال لي رفيق محمد عدنا شغلة نفوت للدفاع ونطلع عدنا شغلة صغيرة والله رحنا أنا وياه دخلنا الدفاع كان استقبلنا ضابط بالاستخبارات العسكرية والمرحوم زهر الشربتي سألهم أنا كنت أعتقد حديث خاص فأعرفت أنه دعي يبحث عن طالب معتقل عدهم اسمه جليل وعلى ما أتذكر جليل عبد الشهيد مهندس طالب هندسة وتخرج من الهندسة ولماذا يعتقل في الدفاع الأسباب سأتحدث عنها هذا كان من فرق الحماية من فرق الحماية المكلفة المكلفة بواجبات أمنية للقيادة المركزية ومن المفارقات من المفارقات أن هذا الشخص وصرنا أصدقاء بالمناسبة أنا وابعد هذا التاريخ كان مكلف بمراقبتي وإزعاجي في المؤتمر العشرين بمناسبة المؤتمر العشرين لذكرى السباع الاحتفال الذي تم تم في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنا ذاك اللي باب المعظم وفي حينها أزعجني يعني كان يحوم حولي بطريقة حتى استفزازية استفزازية انطبع صورته في ذهني فمن شفته آه لك هذا جليل جليل جابك وشفته في وضع صعب يعني يعني ولي حدا أنا أتذكر إذا هو يتذكر طلعوا للناظم جزار جابه طلعوا إجي ناظم حتشويا حتشويا يا فلان يا كذا يعني أنت المعلومات اللي عنك هيج 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 ها وهو كان من مجموعة مجموعة الحماية والمجموعة الأمنية في تنظيمات القيادة المركزية ها اللي كان بعض من واجباتهم قضايا التفجير اللي تتذكرها صارت كان قضية التفجير في حينها ف أنا أصريت أصريت ويذك يعني رحمة الله على روح إذا هو موجود وحي وطيب يذكر كيف دافعت عنه وطلبت إخلاع سبيله وقلت للصبح أنا أنتظرك في الاتحاك ومن المفارقات بذلك الوقت كان قرانا بالخمسة وعشرين فكانت بجيبي ما أعرف فقلت للضابط قلت لتروح أجيب له كباب قال لي ماما أكل قلت لتروح أجيب له كباب من باب العظام وفعلا ثاني يوم خرج فعلا ثاني يوم الخرج وصرنا أصدقاء صرنا أصدقاء اللي أريد أقوله اللي أريد أقوله يعني أنميز بين حقيقتين ناظم اكزار ناظم اكزار بطبيعة كونه حزبي كان معرض لأن يتحمل مسؤوليات أكثر من حالة واحدة ترجمة نانسي قنقر